خلساء بن يقول هل يجوز قتل الكافر في الحرب حتى لو قال لا إله إلا الله خوفا من القتل لا الرسول أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما رفع السيف على مشرك فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله بعدما قال لا إله إلا الله فلما قدم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه يتقي بها السيف ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيام فما زال يكررها حتى قال زيد التمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك فلا يجوز قتل من قال لا إله إلا الله أبدا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله نعم